بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين على آله وأصحابه والتابعين أجمعين إلى يوم الدين أهلا ومرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة الرحمة ومشاهدين على كافة المواقع التواصل والوتيوب أهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم الإسبوعي مستشارك القانوني من فترة كانت جلسة الجلسة الأولى لمحاكمة قاتلي طبيب الساحل وحصل لغط ونقاش وحوارات حول ما تم في هذه الجلسة عن طلب الحاضر مع المتهمة الثالثة إخلاء سبيلها من الحبس الاحتياطي فقررت في هذه الحلقة إن إحنا نشرح إيه هو الحبس الاحتياطي وإيه الفرق بين الحبس الاحتياطي وأمر القبض وإيه الفرق من الحبس الاحتياطي والاستيقاف ومين اللي يصدر أمر الحبس ومستند إلى إيه صدور أمر الحبس وهل أمر الحبس ده مطلق أو محدد وهل في حالات لسقوط أوامر الحبس موضوع أصار دوشة في مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم علم المتعاملين في هذا المجال السوشيال ميديا بالأسباب القانونية التي تجيز الحبس الاحتياطي والأسباب القانونية التي تمنع صدور أمر الحبس الاحتياطي فقلت نشرح به ونعلم الكافة إيه هو الحبس الاحتياطي تعالوا بنا أولا نعرف الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي يقصد به سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته ووفق ضوابط قررها وحددها القانون وخصوص القانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي ليس عقوبة على الرغم من اتحاده في طبيعته مع تنفيذ عقوبة الحبس ومع تنفيذ كافة العقوبات السلبة للحرية إلا إنه وتبقى للقاعدة القانونية أن الأصل المقرر أنه لا عقوبة بغير حكم قاض بالإدانة يعني من غير حكم إدانة يبقى ما فيش عقوبة تمه حكم الإدانة بالحبس وأمر الحبس الاحتياطي في الأصل هو حبس فيبقى الكلام هنا فيه تعارض مع القادة القانونية اللي بتقول لا عقوبة بغير حكم قضى بالإدانة هنقول بقى تمشيا مع ذلك فسر بعض الفقهاء القانون وبعض المشرعين أن الحبس الاحتياطي من الإجراءات التي تقتضي مثاثا قاسيا للحرية الفردية ولا يتلاءم مع أصل البراءة الذي يتمتع به كل متهم والذي قرره الدستور في نص المادة سبعة وستين فقرة واحد من الدستور ولذلك اشترط النص الدستوري أن يحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي وده جاي في نص المادة واحد واربعين فقرة اثنين من الدستور بمعنى أن لا يترك الحبس الاحتياطي مطلقا دون تحديد المدة فحدد له القانون مدة أقصاها سنتين ثم إن لم يكن قد صدر الحكم عليه في خلال مدة السنتين الحبس الاحتياطي يخلى سبيله فورا ده بنص الدستوري عمله حد أقصى لكن بيصدر أمر الحبس من مين من وكيل النيابة أو من قاضي التحقيق وكيل النيابة حينما يجري تحقيقا مع المتهم ويرى ويرى أن الدلاء الكافية ومؤكدة على ارتكابه للجريمة التي يتم التحقيق فيها بشأنها وتلك الدلائل تكون عقيدة لدى المحقق سواء وكيل نيابة أو قاضي تحقيق ثبوت الاتهام على المتهم هنا يجوز له أن يصدر أمرا بالحبس الاحتياطي تكون مدة الأمر من النيابة في الجرائم الغير مدرة بالأمال العام أن يصدر أمرا بالحبس أربعة أيام على زمة التحقيق ثم هذا الأمر بالحبس الاحتياطي في الأربعة أيام متضمن عرضه على قاضي المعارضات بعد انتهاء مدة الأربعة أيام لينظر في إما تجديد أمر حبسه أو إخلاء سبيله بضمان أو بلا ضمان يبقى المسألة لم تكن متروكة على الإطلاق يعني محددة مدة الحبس من وكيل نيابة ومحددة مدة الحبس في التجديد أمام قاضي المعارضات وقاضي المعارضات بعد الأربعة أيام له أن يجدد الحبس بس مدة 15 يوم وبعد انتهاء الـ 15 يوم يعرض على قاضي المعارضات سواء هو أو غيره برضو له الحق في أنه يخل سبيله أو يجدد حبسه 15 يوم أخرى ثم بعد الـ 15 يوم الثانية يعني 30 يوم مع الأربعة يعرض على قاضي المعارضات لينظر في تجديد أمر حبسه أو إخلاء سبيله فإذا رأى تجديد الأمر الحبس فله أن يجدده 15 يوم دي الثالثة يعني هيبقى القاضي حبسه 45 يوم طيب بعد كده 45 يوم ده اللي بقى بتقول القاضي لا يتم عرضه على نفس قاضي الجزئي اللي تم نظره بيرفع بها الأمر إلى أن ينظر تجديد أمر الحبس أمام غرفة المشورة غرفة المشورة دي دائرة كلية اللي بتنظر دائما الجنح المستأنفة أو دائرة مدنية مكونة من سلاسة قضاء رئيس وعضو يمين وعضو يسار هي اللي تنظر في أمر الحبس عادة ما بتبقى دائرة الجنح المستأنفة اللي بتدخل في ترتيب الجمعية العمومية للعمل القضائي من أول السنة القضائية بيتم تخصيص الدائرة دي لنظر في أوامر الحبس اللي زادت عن الخمسة واربعين يوم ولهذه الدائرة أن تجدد أمر الحبس خمسة واربعين في خمسة واربعين في خمسة واربعين إلى 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 نهاية مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونا في نص قانون الإجراءات الجنائية يبقى الدستور في المدة سبعة وستين فقرة واحد قال المتهم الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فأصل البراءة تصطدم مع الحبس الاحتياطي اللي هو سلب حرية احنا اتفقنا على أن تعريف الحبس الاحتياطي هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته ووفقا للضوابط اللي اشترت فيها القانون ولذلك اشترت الدستور برضو تحديد مدة لنهاية الحبس الاحتياطي ما بقاش مسألة مطلقة وفيه مزاهب أخرى من المفسرين والشراح والقانونيين والمشرعين ذهبوا إلى أن الحبس الاحتياطي هو إجراء شاز يعتدي يعتدى به على حرية الفرد قبل أن تثبت إدانته ولكن تبرره مصلحة التحقيق موضوع الحبس الاحتياطي هو أمر هام جدا في مجال العمل في نظام الإجراءات الجنائية والتي تصادف يوميا المشتغلين بالحقل القانوني من محامين ورجال نيابة وقضاه كما اهتم الشراح في إعداد بحوث لأمر الحبس الاحتياطي على إطلاقه فأكد الجميع أن الحبس الاحتياطي هو إجراء من إجراءات التحقيق الاحتياطية تلك التي تتخذ لضمان سلامة الأدلة بعدم التأثير عليها إذا كان طليقا ولضمان وجوده أثناء الإجراءات التحقيق أو المحاكمة في المستقبل فتصبح يسيرة وسريعة ما تبقاش بقى غيابي وعلى ما نجيبه ونعمل معارضة ونعمل استيناف ونعمل ما هو محبوس أصلا فبتبقى تحدد الجلسة سريعة وبتبقى الإجراءات المحاكمة سريعة وبتبقى علشان لو بريء ما يفضلش محبوس على زمة التحقيق وهو بريء هي ضمانة يعني ضمانة وإجراء من إجراءات التحقيق اللي تتخذ لسلامة الأدلة بعدم التأثير عليها وفيه بعض الآخرين قالوا ما هو الحبس الاحتياطي هو أمر يجعل المتهم تحت يد المحقق في أي وقت يستدعيه لمعرض عليها أدلة جديدة أو إجراءات جديدة أو يستجوبه أو يوجه بينه وبين غيره في إجراءات التحقيق لو كانت المسألة لها ملاءمة ومواءمة تحدد مقتضيات سلامة إجراءات التحقيق وقد نصت المادة 381 من تعليمات النيابة العامة الصادرة من مكتب المستشار النائب العام أن الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق غايته حماية سلامة التحقيق ذاته والحيلولة دون تمكينه من الهروب أو العبس بأدلة الدعوة أو التأثير على الشهود أو تهديد أو تهديد المجني عليه وكذلك وقايا للمتهم من احتمالات الانتقام منه وتهديئة الشعور العام بسبب جسامة الجرم دي نص المادة 381 من تعليمات النائبة بتوضح لكل وكلاء النائبة العاملين في إجراءات التحقيق مفهوم الحبس الاحتياط هو حاج يأما حماية التحقيق يأما حماية الأدلة وعدم العبس به يأما حماية المجن عليه من الضغط عليه من المتهم أو حماية المتهم منه من البطش به والانتقام منه إذا كانت الجريمة أثارت الرأي العام يعني أو بسبب جزامة الجرم اللي ارتكب المتهم فبتصدر التعليمات للنياء لواكيل نيابة إنه يحميه من البطش به لو هو المسألة كده جريمة وعلى ما تقدم بقى اعتبار إن الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق فإن ذلك يرتب خضوعه لقواعد التحقيق الأساسية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية فقلنا فقلنا إن المادة 381 من تعليمات النيابة اللي سبق وقرأناها كانت بتشير إلى إنه ممكن يبقى الحبس الاحتياطي لحماية الجاني أو حماية المتهم من الاحتمالات الانتقام منه وكمان تهديئة للشعور العام الثائر واللي بيغضب بسبب جزامة الجريمة فيه قبل ما نتطرق بقى لدخول في نصوص قانون الإجراءات الجنائية في شرح النصوص التي وردت تفسر الحبس الاحتياطي مدته ومن اللي يصدره ومتظلم منه ولا يطعن عليه ولا يستأنفه ولا يعني يجب بقى كده إنه نقارن بين الحبس الاحتياطي وال والإجراءات اللي بتبقى سلب الحرية الشخصية وما هيش حبس الاحتياط الأول قبل ما نشرح بقى يعني فيه حاجات كده بتصدر من سلطات التحقيق أو من السلطة العامة جهاز الشرطة بتسلب الحرية بس مش حبس الاحتياط منها مثلا الفرق بين الحبس الاحتياطي والاعتقال الحبس الاحتياطي إحنا قلنا نسلب حرية لحماية الأدلة وحماية المتهم أو حماية المجن عليه من الاعتداء عليه أو التأثير عليه طيب الاعتقال إيه هو بقى الاعتقال الاعتقال أمر بيصدر من السلطة الإدارية وفقا لقانون الطوارئ بسبب الاشتباه أو الخطورة على الأمن العام والنظام العام دون مراعاة قانون الإجراءات الجنائية والضمانات التي كفلها قانون الإجراءات الجنائية هو بعيد عنها خالص ويكون التظلم منه بعد فوات 30 يوم من صدور أمر الاعتقال دون الإفراج عن المتهم ويقدم التظلم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وبدون رسوم وقد امتازت وتشرفت جمهورية مصر العربية بإصدار قرار رئيس الجمهورية بإنهاء حالة الطوارئ من التطبيق في البلاد فأصبح الآن الاعتقال غير موجود بشكل قانوني في جمهورية مصر العربية كلها على الإطلاق بعد صدور قرار رئيس الجمهورية من عام أو عامين بإنهاء حالة الطوارئ من العمل بها في البلاد فأصبح أمر الاعتقال غير موجود طيب القبض على الشخص إيه الفرق بينه وبين الحبس الاحتياطي إحنا قلنا إن الحبس الاحتياطي بوصفه إجراء من إجراءات التحقيق لضمان وسلامة الأدلة وحماية المجن عليه أو حماية المتهم من البطش إذا كانت جريمته جسيمة أما للقبض إيه بقاه القبض بيصدر من مأمور الضبط القضائي عند توافر حالة من حالات التلبس في الجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بشرط توافر دلائل كافية على الاتهام وقد يصدر هذا الأمر من سلطة التحقيق أمر القبض بيصدر إذا توفرت حالة من حالات التلبس في جناية أو جنحة مؤاقب عليها بالحبس مدة ثلاث شهر فأكثر يعني لا يجوز صدور أمر القبض على حبس مدة شهر جريمة عقوبتها لحبس مدة شهر ولا يجوز صدور أمر القبض على جريمة عقوبتها الغرامة أي أن كانت قيمة الغرامة يبقى ضوابط الحبس الاحتياطي معروفة أنها لحماية الأدلة وحماية المكنة وحماية المتهم إنما أمر القبض بقى بيبقى توافر حالة من حالات التلبس في جناية أو جنحة معاقب عليهم هما الاتنين بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة أشهر طيب لو فيه إجراء تحفظي حيتم اتخاذه ضد أحد الأفراد هل هذا يعده من الحبس الاحتياطي يقصد بالإجراء التحفظي في القانون ذلك الذي يتخذ لمنع المشتبه فيه من الهروب والتحفظ على أدلة الجريمة إجراء تحفظي سابق على صدور أمر الحبس الاحتياطي لأن الراجل ده ممكن المشتبه فيه يهرب يغتص ولا يرقى إلى مرتبة القبض ده إجراء تحفظي كده احنا بس هنخليك عندنا شوية لحد ما نجمع الأدلة ونطلع نعرضك على النيابة لا له مدة 24 ساعة ولا له مدة بتاع هي المسألة كده إجراء تحفظي ومن ذلك ما نص عليه المشرع في المادة 35 فقرة اتنين إجراءات جنائية من أن لمأمور الضبط القضائي في غير الأحوال التلبس بالجريمة التي يجوز فيها القبض على المتهم إذا وجد الدلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه ويختلف الإجراء التحفظي عن الحبس الإحتياطي من حيث أن مدة الحبس الإحتياطي بتصل عادة إلى مدة ست شهور أو ما يزيد إذا أمرت بذلك المحكمة المختصة اللي هي بعد الغرفة المشهورة اللي هتوصله للسنتين لما قلنا أما الإجراء التحفظي فأنه عملا بنص المادة واحد وتلاتين إجراءات جنائية في مدى 24 ساعة لابد من عرضه على النيابة العامة المختصة ويجب على النيابة العامة أمر وجوب تبقى لنص المادة 36 إجراءات جنيه أمر وجوب ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف 24 ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق صراحه يبقى الإجراء التحفظي ده إجراء مؤقت كده لابد في مدة معينة مزنوقة أوي 24 ساعة في الشرطة و24 ساعة في تحقيق النيابة يعني المسألة لازم تكون سريعة و تبقى لما نظمه قانون الإجراءات الجنائية طيب هل حذر الإقامة أو فرض الإقامة الجبرية يعد من الحبس الاحتياطي أمر في المبحث اللي قدامي مميز الأصل أنه لا يجوز أن يحذر القانون أي مواطن أن يحذره من الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزمه بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون اللي ضمن الضمانة دي نص المادة خمسين من الدستور الأصل أنك لك حرية الإقامة في أي مكان يعجبك وأي مكان يروق لك وأنت تنقل كيفما تشاء تبقى لملك القوانين اسمه الدستور نص المادة خمسين أعطت لكل الأفراد مطلق الحرية للحركة والإقامة في أي مكان يرتاح فيه ويعجبه أما تلك الأحوال التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية في المادة خمسمية تلاتة وتلاتين من إنه نص المادة خمسمية تلاتة وتلاتين إجراءات لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط العقوبة بمضي المدة في دائرة المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة النص القانوني ده نص تقريبا ما فيش حد اتعامل بي لكن هو جوه فيه سياق مسألة حذر الإقامة أو تتمنع من الإقامة أو تتمنع أو يحذر عليك الحركة تتحدد إقامتك فيه بقى نص في قانون الإجراءات يقول المحافظ يمنعك من الإقامة في محافظته ويحذر عليك الإقامة فيها إلا برخصة من المحافظ فيه أمر مهم جدا وهو جريم الدم بالذات يعني واحد محكوم عليه بالإعدام ما هتقول بالإعدام ما هيتعدم لا ده هرباء محكوم عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة في جناية سواء شاقة أو أشغال شاقة سواء معبدة أو معقتة في جناية قتل أو الشروع في جناية القتل أو الضرب الأفضل إلى موت الجريمة كلها جرائم الدم جالها نص خاص فيه قانون الإجراءات الجنائية صدر حكم عليه بالإعدام 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 الشقة مؤبدة أو مؤقتة أو الشروع في جريمة قتل أو الشروع فيه أو في جريمة ضرب أفضل إلى موت التلاتة دم بس إيه اللي حصل بقى فضل هربان بعد صدر الحكم عليه لحد ما أسقط العقوبة العقوبة في الجنايات دي بتسقط بمضي عشرين سنة هو قاد بقى هربان عشرين سنة هنا بقى النص منعه بعد عشرين سنة وبعد ما سقطت العقوبة عنه أنه يقيم في المحافظة اللي ارتكب فيها الجريمة إلا بتصريح من المحافظ المختص بتاع المحافظة طيب لو هو أقام فيها دون تصريح من المحافظ في المحافظة اللي ارتكب فيها الجريمة وتم اكتشافها يتحكم عليه بالحبس المد تسنة رغم من العقوبة الأصلية سقطت بمودي المد وللمحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين المحكوم عليه محل إقامة وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة الشرطة على ذلك لسه باع الحبس الإحتاطي والاستقاف الاستقاف هو واحد اشتبه فيك فالرجال السلطة القضائية فبيأمر بالاستقاف لاستجلاء أمر معين مثال وانت ماشي بالعربية بتلاقي كمين يوم وقفك ده اسمه استقاف هو عايز يعمل ايه هو عايز يتأكد من سلامة الترخيص وانها العربية ما فيش عليها مخالفات او اجراءات طيب الحبس الاحتياطي وايداع بقى اللي عندهم مرض عقلي في المساحات العقلية عندنا نص المادة 242 اجراءات جنائية وده نص مهم جدا خصوصا لقضية الشرقية الام اللي قتلت ابنها وبيصار حول انها سليمة عقلا او مريضة عقلا فالنص ده المادة 342 اجراءات جنائية بتقول المعدلة بالقانون الرقم 107 لسنة 62 اذا صدر امر بان لا وجه لاقامة الدعوة او حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب عاها في عقله تأمر الجهة التي اصدرت الامر او الحكم اذا كانت الواقعة جناية او جنح عقوبة الحبس بحجز المتهم في احد المحلات المعدة للامراض العقلية الى ان تأمر الجهة المختصة باخلاء سبيله يعني القضية دي اللي هيبقى حاجة اسمها مانع من موانع المسئولية بالنسبة للمرض العقلي اذا المحكمة برأت او صدر امر بقى لا وجه لاقامة الدعوة العمومية لانه عنده مانع من موانع المسئولية عنده مرض عقلي الجهة اللي اصدرت الحكم بالبراءة من اتهام جريمة القتل والذبح والطبخ والاكل او امرت النيابة بامر بقى لا وجه لقامة الدعوة الجنائية لانتفاق مسئولية المتهم وهو اصابته بمرض عقلي يبقى لا بد من ايداعه احد المصحات طبقا لنص المادة 342 من قانون الاجراءات يعني ما يطلقش بقى في الشارع يعني ما يقومش يقرر روحبتهم لا ده هو كده هيتودع بايداع الى ان تأمر المؤسسة اللي تم ايداعه فيها انه هيطيب او مش هيطيب او هيستمر فيها هيبقى القرار بعد كده للجال ادارية الموضع فيها هو الوقت بتاعنا ميش بسرعة ولسه في موضوع الحبس الاحتياطي امور كتيرة عايزين نتكلم فيها وحنأجل بقى هذا الكلام الى الحلقة القادمة ان شاء الله نستكمل فيها الحبس الاحتياطي والشروط اللي بتتكلم فيه وامتى يتم اخلاق سبيله وامتى يتم منقشة هنتعرض لامور اخرى نرجيها ان شاء الله الى الحلقة القادمة بارك الله فيكم وحافظكم الرحمن وانتظرونا الاسبوع القادم في مثل هذا الوقت قبل نصف ساعة من الان في استكمال شرح الحبس الاحتياطي بارك الله فيكم وحافظكم الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته